لا شك أن هناك تصعيد مستمر الضحية الجنوبية في بيروت أيضا تعرضت لأربع خمس ضربات اليوم وأيضا أصبح مشهد يومي هذا في الضحية الجنوبية عملية استهداف أبنية بالدعاء أنها مراكز فيها سلاح أو مخازن لحزب الله والتصعيد القائم كما أشار التقرير إلى أن الجنوب المواجهات مستمرة وهناك استهداف لمناطق متعددة وأبرزها أيضا القدود اللبنانية السورية التي أيضا تعرضت كل المعابر إلى ضربات مركزة بشكل توقف انتقال الشاحنات من لبنان إلى بيروت فضلا عن برب المعبر الرسمي في المصنع الذي منع إمكانية دخول أي سيارات أو شاحنات فيما الأفراد ينتقلون بين البلدين بكل الأخوال نحن مشهد لا نعرف كيف ماذا تطال الضربات كما أشارت استهداف طرابلس أيضا البداوي هو أيضا عمل جديد تطور جديد مما يشير إلى أن معظم المناطق هي مستهدفة لكن مع تأكيد أن التركيز الإسرائيلي يتم على مناطق محددة في البقاء في الضاحية الجنوبية في الجنوب بشكل رئيسي والضربات التي تطال مناطق الأخرى تبقى نسبيا محدودة يعني غير مركز عليها كمناطق استهداف كما هو الحال في المناطق الذي أشارنا إليه طيب السيد علي دعني أسأل هنا هل من الرسائل أرادت إسرائيل إيصالها باستهداف شخصيات فلسطينية في طرابلس يعني لا شك أول شيء استهداف قيادات حماس بشكل أساسي وبالتالي عملية نحن شهدنا عدة عمليات اغتيال لشخصيات فلسطينية أشخاص كوادر عسكريين في مخيم عين الحلوي بمحيط مخيم عين الحلوي في وادي الزيني في منطقة صور في الرشيدية في بيروت العروري استهداف الضاحية الجنوبية في بداية الخرب يعني أيضا عناصر حماس وفي البقاء أيضا وفي البقاء الغربي وفي البقاء الأوسط استهدف مسؤولين للجماعة الإسلامية وفي حركة حماس أيضا في بيروت في قلب بيروت استهداف أيضا أشخاص في الجبهة الشعبية التحرير فلسطين ففي بالتأكيد يعني الهداف هو إصابة كل يعني استهداف كل من يعتبره الإسرائيليون منخرط في المواجهة بشكل مباشر أو غير مباشر من قيادات ومن عسكريين ومن عناصر إذن وعلى ضاء ذلك لم يعد هناك بقعة آمنة على الساحة اللبنانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلى أين تريد إسرائيل أن تصل من خلال ذلك؟ هي مزيد من الضغط مزيد من يعني جعل اللبنانيين يعيشون في حالة أن هناك اجتياح إسرائيلي أن هناك سيطرة هو نوع من خلق مشكلة على مستوى النزوح أيضا النزوح السكاني الكبير الذي تجاوز يعني الرقم المليون وهذه تنشكل ضغط نفسي واجتماعي ومعيشي وعلى كل المستويات وبالتالي هي مزيد من تشديد الهصار البطيء شيئا فشيئا على الوضع اللبناني فيه سياق محاولة تحقيق أهداف سياسية مع أيضا استمرار عملية محاولة التوغل البري من منطقة الجنوب لأن إسرائيل في نهاية الأمر تريد أن تفرض شروط معينة سياسية على لبنان بالشكل الأساسي وعلى وضعية حزب الله وامتداداته في لبنان هذه الوضعية العسكرية تريد القضاء عليها هذا ما تشير الوقاعة على الأرض ولكن هل هناك سيد علي إمكانية يعني لتخفيف حدة الصراع أم أن الأمور تخرج عن السيطرة لا واضح جدا أن هذا الصراع ربما الوحيد الذي لا نرى أي اهتمام دولي فعلي في وقفه بخلاف غزة رغم أن غزة مستمر الصراع لكن إذا لحظنا ليس هناك أي تحرك دولي أي مبادرة أي عمل بما يشير أن هناك غطاء على ما يقوم به ما تقوم به حكومة الإسرائيلية وما يقوم به الجيش الإسرائيلي وتبدو هذه المعركة تحظى بغطاء كبير يعني وليس بسيطا وهذا مكمن الخطر على ما يمكن أن تتطور إليه الأمور في المرخل اللاحقة خاصة على مستوى التدمير والقتل لأننا نحن نشوف تدمير منظم ومنهج للعديد من المناطق اللبنانية وخاصة تلك اللي في الجنوب والبقاء والضاحية الجنوبية الصحفي ورئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين كنت معي من بيروت أشكرك جزيلا شكرا على كل ما تفضلت به شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة